اناقة الرجل تبتدي من الاكسسوارات بتاعته زي بساعات المحافظ وحتى كمان الشونط علشان كده مشاهدينينا بنستغل الفرصة النهاردة في عالم التسوق علشان نقدم لكم مجموعة شونط الصفر للرجال من الشركة البريطانية اي في ايت وبنقدم جيفت سات تتكون من الشنطة الكبيرة وكمان الشنطة الصغيرة للاغراض الشخصية متوفرة عندنا باللونين اللون البيج ورقم المنتج هو 548420 وكمان اللون الزيتي رقم المنتج هو 548425 صحيح رانيا مثل ما ذكرت نحن عم نقدم لكل المشاهدين هالشنطة رائعة من اي في ايت ولكل ما بيعرفوا اي في ايت هي شركة بريطانية رائدة بصناعة الساعات الاكسسوارات والمنتجات الجلدية وهالشركة كل منتجاتها هي تعتبر كتكريم للاشخاص اللي كانوا عاملين بالقوات الجوية البريطانية الملكية طبعا وكل الوانها والجود المصنوعة منها هي تعتبر لكل العاملين من طيارين ملاحين مهندسين وحتى كل شخص كان له ايد بالقوات الجوية البريطانية هيد المنتجات هي كلها تكريم لألون وطبعا الوانها كمان مستوحات من الالوان العسكرية وزي ما قلت سارة فعلا ان كل الماتيريا او الفابرك اللي هي معمولة منها فعلا قوية عالية الجودة هي برضو مصنوعة من الشنطة لو بنتكلم على التفاصيل بتاعتها هي مصنوعة من قماش الكانفا اللي هو القماش الكتان الممزوج بالقطن كمان برضو هنا التفاصيل بتاعتها معمولة من الجلد اللون البني اللي هو جلد صديق للبيئة شكله حلو على شكل الشنطة كلها من قدام وكمان من الخلف لو بنبينها القطع المعدنية اللي معمولة بيها هي من اللون الفضة المطفي علشان كمان يدي شكل حالو لانه طبعا اكيد زباط الجيش ومثلا الطيارين في القوات الجوية ما بيمسكوش حاجة لونها فلاشي او حاجة فبتكون مناسبة ليهم جدا وكمان برضو هنشوف هنا جواتا لها الشنطة ادي كمان مرتب مش بس من برا بالزبط هنا برضو هي مصنوعة من القطن شايفين برضو اللون البني بيديف اناقة وبيديف زوء حلو للشنطة في كتير من الجيوب المختلفة شايفين هنا جيب طبعا ساعته كبيرة انه الشخص يقدر يحط فيه اغراض كثير كمان لازم نفرجيهم شو بيجي بقلبها لازم في عنا لوندري باك بيجي بقلبها للشنطة مثل ما شايفين قدامكم في معنى هيدا الكيس اللي فيكن تستخدموه انتو ككيس للغسيل او انتو حتى مثلا تحطوا فيه اي اغراض تانية كمان هنا بيجي معاها الستراب اللي احنا بنسبته على الشنطة من الناحيتين تقدروا انتو تحملوها بالستراب بتاعها ده او حتى بالايدين العادية كمان من الناحية التانية نفرجهم برضو على التو بوكتز اللي تقدروا تحطوا فيه التفاصيل الصغيرة بتاعتكو على الشنطة وما فيش احسن من كده طبعا انتو تحصلوا على الجيفت سات من اي بي ايت فا اذا اي بي ايت فكروا بكل تفاصيل هيد الشنطة من بره بموديلها وطبعا بنوعيتها الممتازة وتفاصيلها بالاضافة لهالشي مثل ما ذكرت تيرانية بالبداية انتو رح تحصلوا مع هيد الحقيبة الكبيرة على حقيبة صغيرة او واشباق نحنا بنسميها تحطوا فيها كل اغراضكم الشخصية بحالة اذا كنتو رايحين انتو شي فاكيشن على الويك اند او حتى للسفر مين من الرجال ما بيستخدم موشباق او هيد الشنطة الصغيرة ليحط فيها خاصة عندك الحلاقة الشفرة المعجون السنين فرشية السنين مساحتها كمان مناسبة الكوتن بوتس وفيها كمان جيوب مثل ما شايفين من جوه رح تاخدها الكاميرا في عنا هيدا السحاد لتحطوا فيه غراضكم بالاضافة على الميل التاني كمان فيها جيبتان للقطع الصغيرة مثل قطن بوتس قطن تنضيف الدينين وطبعا هي بتساعة كتير ونوعيتها رائعة جدا انا كمان دلوقتي حوري كل المشاهدين زي ما احنا هنا ورينا الشنطة بالتفاصيل من الداخل حنوري كمان انه قدقين نقدر نحط اغراض كتير مع بعض شايفين هنا انه دي شنطة مثلا لشخص حابب انه هو يروح البحر فيه كتير اغراض بقى بياخدها معاي او بيحطها معاي هنا اول حاجة مثلا بيحط الفوتا بتاعته بيحط اللبس بتاع السباحة يعني بصي قدقين اغراض حتى كمان برضو وري للكاميرا قبل ما اطلع كل حاجة انها بتساعي حاجات كتير برضو كمان لو هو حابب انه هو مثلا تي شيرت لكن الطريقة كمان اللي بتفتح فيها المدى اللي بتفتح فيها الشنطة يعني مدى السحاب اديه هو بيهين عليهم يعني فيهم يحطوا غراضهم بكل سهولة يرتبون مش مش مترح دايق يعني بتعبون هن عم بيضبوا غراضهم او هنوا عم بيشلوون وحتى كمان لو حابب انه هو يكمل من الخروجة بتاعته او من البحر مثلا يروح انه هو يخرج مع اصحابه حاطت تي شيرت حاطت كمان الجينز بالاضافة للجاكت وهنا برضو الفليب فلوبس يعني فيه اغراض كتير شوفي احنا طلعنا حاجات كتير قوي لكن انت فكرة بكل التفاصيل بعلب الشنطة يعني من شاور جال دوريه الكاميرا هنا كل حاجة صح فعلا بيحترها وطبعا لانه نوايتها ممتازة مثل ما ذكرنا القطن المصنوعة منه هو قطن منسوج والجلد هو جلد صديق للبيئة عالي الجودة وضيان جدا قد ما تحطوا فيها اغراض ما راح تخافوا انه هي تتخزدق او او تنقطيش انتي هتوري بقى الشنطة بتاعتك اللون طبعا ده هو عصري وحلو هلأ انا راح افرجك كل المشاهدين هالشنطة الموجودة دامة اذا كان الشخص المهيين لغراض وعند رانيا رايح انا هساعدك اشتلك الاغراض هنا رايح باكيشن قصيرة انا الشاب الاغراض رايح باكيشن طويل رايح للسفر بدي تشوف هون هون مثلا يحطين عنا كنزة عنا الامصان الدايمة بوبين هيكي بنحطه بريحة في طبعا شوز شو حطين له للزلمة حطين له الجيم او ساعات ممكن اذا بدي روح الى الجيم انه هو في الاجازة او يحب يروح للجيم اذا مشاهدين انتو فيكن تحطوا غراضكن متل ما ذكرنا بطريقة كتير هيني كتير تقدروا تحافظوا على طويطن لانه مادها منه دايق ابدا وانما فيها مادة الشنطة لتضبوا لغراض لبس النوم هادي كتير مهمة بتاربي شو للسفرات الطويلة وقتل بيكون الشخص عنده سفرة 15 ساعة دايما بحاجة كمان انه يحط غيارات لاله بدل لاله بقلب الشنطة ويغير تيبوته فراشن اوب هيكي يرجع يتنشط بقلب التيارة وقتل بيكون عنده اسكال في عنا بقلب هايدي الشنطة الصغيرة متل ما شايفين كمان حاطين فيها فرشية الشعر هرجل لجل للشعر فرشية السنان معجون السنان لي مش حاطين له cotton buds احنا حاطين له cotton buds زي ما انتو شايفين مشاهدين دلوقتي على المواضل تقدروا ان انتو تلبسوها او يتاخدوا الشنطة معاك وانتو لبسين لبس كتير مختلف لو انتو حابين تلبسوا لبس كلاسيك ممكن تاخدوها معاك وبرد تدي شكل او لو انتو رايحين البحر لبسوا لبس comfortable او مريح جدا معاكو طبعا الشنطة اللي هي aviate بالشنطة الكبيرة والشنطة الصغيرة هتكون مناسبة بالنسبة لكم كمان بالالوان اللي احنا بنوفرها لكم اللون الزيتي مع الجلد البني وكمان اللون البيج مع كمان الجلد البني وهي مصنوعة من قماش الكانفا قماش الكتان ممزوج بالقطن وكمان جلد صديق للبيئة اللي حابين انهم يحصلوا عليها رقم المنتج للون البيج هو 548420 وكمان اللون الزيتي 548425 فاذا متل ما شفتوا مشاهديها بهالفقرة من العالم التسوق قدمنا لكم شنطين مختلفين بقلوان مختلفة من اي في ايت عرفناكم على اللون الزيت اللي شايفينه قدامكم اللي بتميز بتفصيل كتير صغير وهو انه هالقطع المعدنية الموجودة عندنا هي باللون اللي نحاسي بالاضافة طبعا كتسكير لالكن على انه هيدا الحزام او هيدا الاقشاط انتو فيكن تحطوه وتفكوه بكل السهولة اللي هون عليكن حملتكن للشنطة اما للشنطة الباج اللي قطع المعدنية الموجودة فيها هي باللون الفض المطفي او المات بالاضافة لانه الحزام طبعه متل ما شايفين هو كتير عصري لونه كتير حلو باللون الكحلي والاحمر فاذا شنط رائعة مناسبة لكل الشباب بسفراتهم ورحلاتهم ان كانت قصيرة وان كانت طويلة وانا ماشي بقى سهره باي باي انا وياك هيرانيا ونحن الهوم نصلنا لختمها الفقرة من عالم التسوق وملتقانا معكم مشاهدينا دايما بفقرات جديدة ومنتجات جديدة اعجبكم المنتج اضغط على اضافة في السلة